الثامنة صباحا بتوقيت القهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة جاء ذلك خلال اللقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا هذو أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنسيق الجهود للتصدي للتداعية السلبية للأوضاع السياسية الدولية خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغداء والتاقة وتمويل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وصوب الإحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسويت الأزمات في عدد من دول المنطقة لسيما في السودان وليبيا بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين مصر وغنية الاستوائية في مختلف المجالات ولسيما فيما يتعلق بالتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القرية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غنية الاستوائية تريزا إيفوا أسنغونو وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل تحياته إلى رئيس تيودورو أوبيانغ وصرح متحدث الرئاسة بأن أسنغونو سلمت رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس أوبيانغ تضمنت الإعرابة عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي أهلا مدارس 2023 الذي يتزامن مع انطلاق أمثاله في جميع المحافظات يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان توفر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك ولمجابهة زيادة معدلات التضخم وأكد مدبولي أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن للمساهمة في تخفيف العبئ عن كاهل الأسر المصرية وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج آن إلى مدينة في أقصى الشرق الروسي لزيارة مصنعا للطيران في إطار رحلته إلى روسيا من جهتها أعلنت وكلة تاس للأنباء أن كيم جونج آن وصل بالقطار إلى محطة المدينة لزيارة المصنع الذي أكدت وكلة انتفاكس أنه ينتج معدات عسكرية ومدنية أعلنت أوكرانيا أنها هجمت سفينتي دورية روسيتين ودمرت تنظاما متطورا للدفاع الجوي في منطقة البحر الأسود غرب شبه جزيرة القرم جاءت الهجمات الأوكرانية غدت إعلان كييف أنها ألحقت أضرارا جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تقضعان لإصلاحات في هجوم سارقي على حوض بناء السفن في مدينة وميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم مقر أسطول البحر الأسود الروسية ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية الهجومة على السفينة لكنها أوضحت أنها صدت الهجوم الذي شاركت فيه خمس طائرات بحرية مسيرة دون ذكر وقوع أضرار قررت لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية واللوم والثقافة يونيسكو عدم إدراج مدينة البندقية إلى قائمة المنظمة للتراث العالمي المعارض للخطر متجاهلة توصية من الخبراء عبرت اللجنة مجددا عن قلقها إزاء القضايا المهمة التي ما زال يتعين معالجتها للحفاظ على الموقع بما في ذلك السياحة الجمعية ومشروع التنمية وتغير المناخ مشددة على أن المدينة بحاجة لمزيد من العمل من أجل حمايتها